اشتركوا في القناة اقتصاد العالمي بيتطور بدورات متتالية يعني هي عبارة عن أمواج طويلة بتبلش بمرحلة سعود بعدين في أزمة بعدين مرحلة هبوط وكل دورة بتبلش بابتكار كتير مهم أساسي بيعمل تغيير جزري بالمجتمع مثل ابتكار الكمبيوتر اللي خلى تجار للدكتيلو روح على البيت ويفلسه نهائيا وكل ابتكار بيستثمر فيه لمدة خمسين سنة تقريبا وبينمي الاقتصاد بعدين بيوصل لنهايته وما بقي يخلق نموه بتبلش مرحلة تفتيش عن ابتكار جديد للتأسيس لمرحلة لدورة جديدة خلينا نشوف اخر ابتكارات أديب اخر ميتين سنة 1800 المحرك على البخار والابتكار في كتاع المنسوجات 1860 الحديد واختراع السكك الحديدية 1920 الكهرباء والكيميا والاستهلاك الجماعي 1960 البترول والسيارة 2000 الإنترنت واقتصاد المعلومات وهلأ أديب مع الأزمة العالمية بلشت مرحلة الهبوط تابسوا بأي كتاعات رح نشوف ابتكارات مهمة وجديدة يعني رونال حسب الخبرة كل الكتاعات المتعلقة بالإنسان بصحته وبسلامته يعني مثل الطب الجمال والصحة الغذائية مضبوط وأكيد كمانا كتاعات المتعلقة بالبيئة مثل الطاقات البديلة والطاقة المتجددة داخلك قديم شو صار فيه ميسي كوندرا أعدى مستلين رمي بالرصاص بسبب هالنظرية نظرية الدمار البناء وهذا النظام الرئاسمالي اللي ما بيموت بيجع بينما من بعد كل أزمة نشوفكم بكرة ما تنسوا تابعونا